أريد أن أقول لك حاجة مهمة جداً فاكر إحنا لما تناولنا الفقرة ما يخص الاتحاد الأفريقي والجزئية بتاعت زيادة عدد اللاعبين والغاية الاحتراجات لازم يحصل تناسب وضغطنا في القصة دي وقلنا إن الفرق بتاعت شمال أفريقيا بتستفيد دايماً في كل التعديلات بتاعت الكاف على عكس إحنا دايماً هنا ما بنجريش ده ومهم جداً نحط كده نقطة ونقف عند الموضوع ونقول إن إحنا ما عندناش أي مشاكل أو خلافات مع أي أشخاص قد يكون كابتن أحمد مجاهد قبل كده فيه مواقف بين النادي الأهلي مواقف اختلفنا عليها ولكن القرار الجيد زي ما عملنا بنفس المسطرة مع أستاذ عمر الجنيني وكنا متفقين على المبدأ ده هنا يا أسامة ومشينا به طول الوقت بنفس الخط ما بنبنيش أراء على انتماءات القرار ده إحنا هنا طالبنا به داخل القناة وقلنا رفع القايمة عشان تتواكب مع العدد الخاص بالمقايدين في إفريقيا لأن ما تحرمنيش من فرصة بيستغلها فرق أخرى في إفريقيا وفعلا ده لما يحصل لازم نقول كويس جدا وبرافو وإن شاء الله يكون فيه تدعمات تفرق معنا كتير جدا كمان في كاس العالم الأنبي خلينا أخذ من كلامك وأكد على فكرة إن احنا هنا مش بنتعامل مع أشخاص قد ما بنتعامل مع أفكار وعراء ودائما ده بيكون اختلافنا في وجهات النظر وهنا منصة للدفاع عن النادي الأهلي فبالتالي أي حد بيتعرض لأي عنصر من عناصر منظومة النادي الأهلي فبالتالي لازم يكون رد رد بشكل النادي الأهلي بتاريخ النادي الأهلي بمبادئ النادي الأهلي وده اللي حصل وعشان كده برنامج الأهلي خط أحمر تحديدا يعني بقالنا سنة وزيادة مش هتلاقي أي حد ممكن يمسك علينا أي خطأ لأننا بنتعامل مع الفكرة وبنترح أفكار بمنتهى الاحترام وزي يقول دايما شعرنا هنا التناول بلا تطاول ولأننا تناولنا الدكتور متحة العدل وأعتقد كانت الحلقة واضحة جدا أن كان التناول عبارة عن تناول رأي لا تناول للشخص كان الدكتور متحة العدل له وقفة مع النفس وقدم اعتذار لجماهير النادي الأهلي ووعد جماهير النادي الأهلي وكل منظومة كرة القدم أنه مش هيتعرض تاني للأخطاء دي فطبعا ده شيء يشكر عليه أنه بيرجع خطوة وده كان دورنا يا فارس أنه نوضح أن دايما خلافنا بيكون الرأي مش وجهاء مش الأشخاص الجمهور يا أحمد لما تكلم معينا رأيك وإيه وبعد الفقرة وتاني يوم الحلقة وكده احنا تكلمنا في نقطة وإن ده اعتذار يكاد يكون شكل وهمي يعني احنا قلنا احنا لا نفتش في النواق احنا عندنا زي ما قلنا منهج وفلسفة في البرنامج ده بتناول شيء يخص النادي الأهلي فيه مغالطات بنرد عليها حد بيعتذر بنقول ده موقف جيد إلى أن يحدث العكس يكون لنا تعقب آخر بالضبط لأن حد تكتير غيره غيره ما بيرجعش